غادرت القوات الإماراتية اليمن لكنها الإمارات لم تغادر هذا ما يمكن فهمه من البيانة الإماراتية الأخير ومن واقع الأحداث على الأرض أيضا في بيانها قالت أبوظبي إنها ستواصل حربها على ما أسمته التنظيمات الإرهابية في المحافظات اليمنية الجنوبية وربما بات الجميع يعلم ما تعني به أبوظبي بصيغة الإرهاب فقد سبق أن قامت بقصف قوات الجيش الوطني باحتباره مجامعة إرهابية حد تعبيرها عن ذاك في الوقت الذي توجه إليها أصابع الاتهام بعقد صفاقات سرية مع تنظيمي القاعدة وداعش وتتهمها تقارير موثقة بأنها تغدق بالدعم المالي والسلاح لجماعات متشددة وشخصية مدرجة في قوائم الإرهاب غادرت الإمارات أو لم تغادر فميليشيتها والقوات التي مولتها ودعمتها لا تزال تعيث فوضى في البلاد وما يحدث في سقطر اليوم ليس ببعيد عن ذلك مراقبون يرون أن الإعلان الرسمي للإنسحاب ما هو إلا تنصر عن ما حدث وقد يحدث من قبل وكلائها على الأرض فهذا ما حدث في المرات السابقة عندما كانت تعلن عن خطوة مشابهة في كل مرة يعقبها تحرك عسكري من قبل تلك القوات المحلية التي تتبعها ضد الحكومة الشرعية ومع مغادرة نحو عشرة آلاف جنديا سودانيا من اليمن وهي خطوة معلنة لبدء الانسحاب التدريجي للقوات السودانية يبدو اليمن قد أصبح تركة سعودية خالصة وللسعودية حساباتها وأدواتها أيضا وصلت قوات سعودية ضخمة إلى العاصمة المؤقتة عدن في ذات الوقت الذي تسلمت فيه الرياض وأيضا قيادة قوات التحالف في الساحل الغربي وعلى ضوء كل هذه التطورات يتساؤل الكثير من المتابعين عن ما الذي لا يزال بإمكان الرياض فعله وهل من استراتيجية جديدة يمكن للمملكة اتباعها في اليمن بعد أن ثبت فشل كل استراتيجيتها السابقة